السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم أخواني شو أخباركم معاكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf واليوم بإذن الله جاييني نحكي عن طريقة كيف ممكن أن نعمل حجب للأشخاص اللي فيتين على الواي فاي أو اللي شابكين على الواي فاي تبعنا بدون علمنا أو حتى لللي عندك في البيت بدك تزعجهم وحاب أنك تسم بدنهم فاليوم إن شاء الله جاييني نحكي عن هاي الطريقة من خلال تليفونك كان آيفون أو أندرويد طبعا بدون روت بدون جل بريك تطبق كل هالحكي على تليفونك بالبداية بحب أذكركم يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول بأول أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهالفيديو من جديد طبعا اليوم زي ما حكينا رح نحكي عن طريقة حجب الاتصال على الأشخاص اللي شابكين معنا على الواي فاي أو على نفس الشبكة من تليفوناتنا بدون استخدام الروت أو أي برامج ولكن ممكن نحتاج برنامج واحد بس عشان نعرف مين اللي شابك معنا أولا بالبداية رح نحتاج أنه ندخل على إعدادات الراوتر الخاص فينا طيب إعدادات الراوتر كيف ندخل عليها رابط خاص فيه بإمكانك تدخل عليه من المتصفح كان متصفح التليفون أو متصفح الكمبيوتر وتفوت على إعداداته أو البانيل الخاصة فيه طيب من وين نجيبها الرابط أغلب الراوترات بيكون رابطها كالتالي أغلبها ركزوا 192.168.1.1 ممكن يكون عندك أنت آخر 0.1 أو 0.1.0 ما بنعرف طيب كيف ممكن أنه نعرف إحنا الرابط الخاص بالراوتر تبعنا زي ما حكينا كل راوتر بيختلف عن غيره كل اللي عليك أنك تروح تحمل الراوتر وتتطلع عليه من الأسفل في عليه لابل أو لسقة صغيرة مكتوب عليها الـ URL الخاص بالراوتر وكمان مكتوب الـ username والـ password الخاصين فيه إذا كان عندك الكتالوج الخاص بالراوتر بإمكانك تفتح الكتالوج وتشوف كل هاي المعلومات إذا كان مش موجودة هاي المعلومات عندك والراوتر مثلا أنت شابك من عند الجيران أو من عند دار عمك أو مش عارف مين كيف نجيب الـ URL الخاص فيه بإمكانك بكل بساطة من خلال تليفونك أنك تدخل على جوجل بلاي أو على أبل ستور وتدور على مثلا network scanner أو mac address finder أي واحد من هاي البرامج اللي راح تطلع لك بعد ما تبحث على mac address finder أو network scanner راح يفي بالغرض طبعا راح أدخل على التطبيق اللي أنا نزلته اللي اسمه network scanner زي ما حكينا إذا بدك تحمله رابطه موجود أسفل الفيديو بالوصف داخل مدونتي على كلين بعد ما نحمله بنشغله طبعا زي ما إحنا شايفين هاي شكله بننتظر عليه لحد ما يعمل refresh وبحث عن كل الأجهزة اللي شابكة معنا طبعا من خلال هالتطبيق راح تستفيد شغلتين أول إشي راح تستفيد إنك تعرف عنوان أو URL الخاص بالراوتر وثاني شغلة راح تستفيد منها إنك راح تعرف الماك أدرس الخاص بكل جهاز شابك معك على الواي فاي طبعا زي ما إحنا شايفين بعطينا معلومات كاملة لكل الأشياء اللي موجودة أو كل الأجهزة اللي شابكة معنا على الواي فاي زي ما إحنا ملاحظين في عنا myrouter.home وبين قوسين getway هذا هو الراوتر الخاص فينا وزي ما إحنا شايفين هاي أيقونتو بهالشكل مرسوم راوتر إذا إحنا ملاحظين موجود عندنا الإي بي الخاص فيه اللي هو 192.168.1.1 طبعا من هون راح تأخذ الإي بي الخاص بالراوتر وندخله داخل المتصفح تابع التليفون أو الكمبيوتر بعدين منكبس enter طبعا ما طلب مني password هون خليني أفتح على المتصفح الثاني 192.168.1.1 زي ما إحنا ملاحظين طلب مني username وبassword admin وبالpassword كمان admin طبعا منكبس أوكي وبنستنى الراوتر يفتح إذا فتح معنا الراوتر ممتاز إذا ما فتح معنا الراوتر معناته ممكن يكون ال password الافتراضي الخاص بالراوتر تبعك مختلف عن password الخاص بالراوتر تبعي يعني راوترات tp-link برضو ال password الافتراضي تبعها admin admin أو ال username وال password ممكن يكون عندك ال username admin وال password 40 ما بتعرف طبعا كيف أعرف كل اللي عليك إنك تروح تأخذ اسم الراوتر وتكتبه داخل البحث في جوجل وتكتب جنبه كلمة username and password وبطلع لك إياهم حكينا لو عندك الكتالوج الخاص في الراوتر أو الراوتر نفسه هاي المعلومات بتكون موجودة تحت الراوتر أو داخل الكتالوج في حال كتبت الباسورد واليوزر نيم الموجودات بالكتالوج أو اللي طلعوا لك في البحث لما بحثت عن اسم الراوتر وما فتح معك اعرف إنه حدا مغير اليوزر نيم والباسورد تبعات الراوتر طبعا في حال كان مغير عندك اليوزر نيم والباسورد رح نتطرق لهالموضوع في آخر الفيديو بعد ما ندخل على إعدادات الراوتر من خلال التليفون أو الكمبيوتر رح ندور على إشي اسمه IP Filtering أو Mac Filtering طبعا رح نيجي هون أنا عندي على Wireless ورح أجي على Mac Filter إنت ممكن يكون عندك فيه IP Filter أو ممكن يكون فيه عندك Mac Filter طبعا زي ما إحنا ملاحظين هون عندي أنا ثلاث خيارات للMac Filter Disabled مطفي Allow سماح deny رفض لو حطيت على Low من هون رح يطلب مني إني أعمل Add لماك Filter على أساس أن يصير له سماح يعني عنوان الماك اللي أنا بدأ أكتبه هون هو فقط اللي معمول له سماح على الواي فاي أما باقي ما تبقى من الأجهزة رح يعملها طرد أو حضر أما لو جيت على deny اخترت deny وأضفت من هون عندي Mac بصير الماك أو الماكات أو الماكس أو الماكس اللي أنا كاتبهم هون هم اللي معمولهم رفض أما باقي ما تبقى من الأجهزة اللي شابكة رح يتم السماح لها طيب هس أنا عندي هون زي ما إحنا ملاحظين Samsung Galaxy S7 Edge This device بين قوسين هذا الجهاز على تليفوني نطلع لي الماك أدرس تبعه اللي هو تحت الـ IP Address زي ما إحنا ملاحظين 02-02-02-02-02-02-02 وهذا الماك أدرس غلط طيب إذا بنطلع الماك أدرس تبع التليفون نفسه طبعا الماكات أدرسات أو الماك أدرس اللي موجودة للأجهزة الثانية كلها صحيحة ولكن تبع الجهازي نفسه غلط شو الحل؟ الحل بإمكاني أدخل على الضبط بعدين أنزل على About Device أو حول الهاتف بعدين زي ما إحنا ملاحظين رح نيجي على Status أو الحالة زي ما إحنا شايفين Wi-Fi Mac Address هي موجودة عندي هون خليني أجي أعمل Add على الكمبيوتر ونكتب الماك أدرس تمام بعد ما كتبنا الماك أدرس اللي طلعنا هون على التليفون نحكي له Apply and Save حسب الخيارات اللي موجودة عندك أنت على كمبيوترك طبعا أو على الراوتر تبعك طبعا زي ما إحنا ملاحظين تم إضافة الماك أدرس هون زي ما إحنا شايفين أوكي تمام تمام زي ما حكينا الماك أدرس اللي مطلعه عندي داخل تليفوني لجهازي نفسه غلط بإمكاني أطلعه من الإعدادات ولكن تبع الأجهزة الثانية كلها صحيحة إن شاء الله فإحنا بنختار iMac Address لهاي الأجهزة اللي إحنا بننطره أو نسمح له وبنضيفه هون طيب أوكي ركزوا له على التليفون شو رح يصير بالواي فاي علامة الواي فاي اللي عطرة في التليفون شو رح يصير فيها لما أحكي له deny طبعا زي ما إحنا شايفين اختفى الواي فاي وما في واي فاي لو نيجي هون على المتصفح ونفوت على المتصفح ما في UR Offline زي ما إحنا ملاحظين طيب لو حكيت له allow من هون زي ما حكينا deny هاي عندي أنا على إعدادات الراوتر تبعي deny معناها إنه امنع الماك اللي إنت كاتبه هون واسمح للي إنت مش كاتبه أما allow معناها اسمح للي إنت كاتب الماك تبعه وامنع اللي إنت مش كاتبه فنحكي له allow من هون سماح وننتظر على التليفون نشوف شو رح سير طيب أوكي خلينا ندخل نعمل refresh للاتصال زي ما إحنا ملاحظين بعطيني connecting بعد ما عملت allow checking the quality connected تمام تمام نرجع هون زي ما إحنا ملاحظين تم فتح الموقع اللي أنا كنت فاتحه كنت أحول من يورو لدينار أردني أوكي تمام تمام زي ما حكينا خيار allow معناها اسمح للماك أدرسيز اللي أنت كاتبهم هون ولا تسمح للماك أدرسيز تبعت الأجهزة الثانية اللي أنت مش كاتبها هون أما deny رفض معناها أرفض الماك أدرسيز اللي موجودة هون وأسمح الماك أدرسيز الشابكة الثانية اللي أنت مش كاتبها هون داخل الرول أو داخل التابل أو الجدول اللي معمول هون طبعا زي ما إتم ملاحظين اختفى الواي فاي مرة ثانية على التليفون بعد ما عملت له deny خلينا أعمل ريفرش وبحكي لي زي ما إحنا ملاحظين you are offline طبعا ما أحد يفكر لأني عامل flight mode أو وضع طيران لا الواي فاي شغال بس لما عملت له deny خلينا شو شو بعطيني زي ما إحنا ملاحظين بعطي connecting بعدين بيحكي لك في مشكلة فالمشكلة من الراوتر نفسه أنه أنا عملت deny أو رفض للماك أدرسيز اللي موجودة هون طبعا خلينا أرجع disabled عشان هسا أخواني ما ينجنوش وزي ما حكينا بإمكانك تستخدم أي برنامج للنتورك سكان وتعرف الماك أدرسيز أو الآي بيات لأنه ممكن يكون عندك أنت هون آي بي فلتر مش ماك فلتر يعني فيه داخل التيبي لينك أو راوترات التيبي لينك في عندك الآي بي فلتر وفي عندك الماك فلتر إذا كان عندك آي بي فلتر بإمكانك تختار أي آي بي لأي جهاز طبعا هو اللي بيجي على الشكل التالي 192.168.1.9 أو 192.168.1.3 192.168.1.4 زي ما أنتم ملاحظين المهم الآي بي أدرس بيبلش ب192.168 كذا 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 فلو كان عندك آي بي فلتر داخل إعدادات الراوتر بإمكانك تختار الآي بي فلتر وتكتب الآي بي وتعمله إما اللاو أو ديناي أو حسب الإعدادات اللي موجودة عندك أنت وإذا كان عندك ماك فلتر بتعمل نفس اللي أنا عملته بهالفيديو بتختار الماك فلتر وبتكتب الماك إما بتعمله سماح أو بتعمله رفض طبعا أنا هون عندي بيسمحلي أضيف 32 ماك يعني ممكن أعمل رفض 32 جهاز بنفس اللحظة أو أعمل سماح 32 جهاز لو كان شابك عندي مثلا 50 جهاز على الراوتر أو على الواي فاي بعمل مثلا سماح 32 جهاز إذا عبيتهم كلهم واللي ضايل من الخمسين ما رح يشبكوا أما بالعكس لو بدي أحكي ديناي 32 جهاز اللي بيكون أنا كاتب الماك تبعهم هون بتم عملهم رفض أما باقي ما تبقى لو كانوا مليون جهاز شابكين بيسمح لهم إن شاء الله تكون الفكرة وصلت على كل الأصدقاء اللي هون بكون نتهت من الفيديو طبعا الفيديو كان طويل وفيه معلومات كثيرة عشان حتى المبتدئين اللي ما بفهموا في هذه الأمور يفهموها فأتمنى منكم إنكم ما تزعلوا إذا كان الفيديو طويل لأنه فعليا إرضاء الناس غاية لا تدرك إذا كان الفيديو طويل بيحكوا لك العالم أنت بتحكي كثير وإذا كان الفيديو كلمتين بيحكوا لك أنت مفهمتناش فشو أعمل مش عارف على كل إذا عجبك الفيديو وشفته فعليا أفادة كاريت أنك تعمله لايك تشترك بالقناة زي ما حكينا وتفعل الدرس عشان يوصلك إشعارات بالفيديوهات أول بأول وإذا شفته ممكن يفيد غيرك كاريت أنك تعمل شير للفيديو لأصدقائك وأحبابك وعيلتك خليهم الكل يستفيد من هالفيديو بس أوعى تعمل شير للناس اللي أنت بلك تطفى عليهم الإنترنت دير بالك أوعى على كل لهم صار لازم أودعكم وحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم ألف عافية كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf خليك فيب واشترك مع الديب بشوفكم بالفيديوهات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته